في تقريرها السنوية كدت الخارجية الأمريكية سمرار الانتهاكات وعمليات التعذيب ضد المعتقلين في السجون الحكومية بالعراق متهمة الحكومات المتعاقبة والميليشيات بارتكاب عمليات قتل من خلال التعذيب التعصفي في السجون ومراكز الاحتجاز الخارجية الأمريكية كدت المحاكمة قبلت وبشكل روتيني الاعترافات القصرية كدليل إدانة للمحتجزين موثقة استخدام المسؤولين الحكوميين التعذيب والعقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة مع المعتقلين وذلك قبل وبعد الإدانة مبينة أن ألاف المعتقلين كانوا ضحية الانتقام الطائفي والذي رأى مراقبون أنه نهج رسخت أمريكا عبر دعمها لعملية سياسية كانت المحاصصة سمتها دائمة تقرير الخارجية الأمريكية قال إن مسؤولية الطب الشرعي أكدوا توثيق أثار الضرب المبرح وكسور في العظام على جثث بعض ضحايا التعذيب وأن معظم الوفيات حدثت في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وسجون الترحيل وهو سبق أكده مرصد أفاد الحقوقي الذي وثق وفاة عشرات المعتقلين في سجن التاجي ببغداد جراء التعذيب وسوء التغذية بدورها ومن خلال تقريرها السنوية أكدت منظمة العفو الدولية أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة وثقت استخدام التعذيب على نتاق واسع في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق وافتقار السلطات القضائية إلى الحياد مضيفة أن المحاكمة في العراق فرضت أحكام الأعدام على الأفعال المتعلقة بقضايا الأرهاب عقب محاكمات لم تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة التعذيب في السجون الحكومية في العراق يعكس عمق الأزمة التي تمر بها البلاد واستخدام حزاب السلطة لملف المعتقلين كورقة ابتزازا ومساومة في ظل السمرار ظاهرة الإفلات من العقاب التي فتحت الأبواب على مصر عيها لارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات دون مساءلة ترجمة نانسي قنقر